هل النوم عن الصلاة متعمدا كفر مخرج عن الملة إذا كان يترك الصلاة بالكلية لا يركع لله ركاه لا جمعة ولا جماعة ولا يعرف الله طرف تعين فهذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة وقال عهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وقد نقل إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة ولا يعلم عن الصحابة خلاهم في ذلك ويقول عبد الله بن الشقيق التابع الجليل لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيء من الأعمال تركه كفر غير الصلاة ونقل إصحاق بمراهويه الإجماع من زمن الصحابة إلى زمنه على كفر تارك الصلاة لكن إن كان يصلي أحيانا ويترك الصلاة أحيانا فعلى القول الراجع أنه لا يكفر وإنما يكون من الساهين الذين توعدهم الله عز وجل في قوله فويلوا للمصلين الذين هم عن صلاة يمساهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة ولم يقل ترك الصلاة ولأنه جاء في حديث عباد بن الصامت خمس صلوات من حافظ عليهن كانت له نورا ونجاة وبرهان يوم القيامة ثم قال ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عهد عند الله تعالى إن شاء عذبه إن شاء عفعا وهذا الدليل على أن من لم يحافظ على الصلوات يعني يصلي أحيانا ويترك الصلاة أحيانا أنه لا يخرج عن دائرة الإسلام لا يكون كافرا لكنه على خطر عظيم يكون من الساهين الذي يتوعدهم الله عز وجل بالويل وويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون ترجمة نانسي قنقر